السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ايمان شاوي من كناه الطرق لفالخير لتعليم الكمبيوتر ان شاء الله في الفيديو ده هاعرفكم ازاي تاخد نسخة من التعريفات اللي موجودة عندك في نزام التشغيل اللي انت شغال عليه اسكن بقى ويندوز سيفن او ويندوز ايت او ويندوز تين او اي نزام تشغيل تاني من خلال برنامج بسيط البرنامج ده بياخد التعريفات اللي انت اصلا موجودة على الجهاز او اللي هي متسطبة موجودة على الجهاز الخاصة بالجهاز اللي انت شغال عليه وبيقدر ياخد منها نسخة عشان بعد كده لو غارت نسخة اللي اندوز ما تدورش على تعريفات تانية او تبحس عن تعريفات الجهاز مرة تانية فالبرنامج ده ما بيحتاجش طبعا اا نت ما بيحتاجش نت طريد اللي انت ميسطة بنسخة اندوز جديدة وعايز تعمل تعريفات الانترنت مش تتعطي شغل الانت لازم عشان تجيب باية التعريفات عن الانت لازم تشغل وانت محتاج انك تنزل تعريفات الانترنت ده مسال بسيط فده عيسائل عليك حاجات كتيره جدا بده لما تدور وجيب تعريفات الجهاز هتقدر تخليها عندك الاحتياج بعد كده البرنامج اسمه double driver انا هسيب لكم رابط تحميل البرنامج اسفل الفيديو ودلوقت اشرح لكم ازاي تستخدموا البرنامج هنخدش على البرنامج هندوس على DD اللي هو ده هايزهر لنا الشاشة اللي قدامكو دي دي شاشة البرنامج هندوس على backup هتزهر الشاشة اللي قدامنا دي وبعد كده هيقولك scan current system يعني ايه الكلام ده بيقولك اللي انت تبحث عن التعريفات اللي موجودة عندك في الجهاز اللابتوب اللي انت شغال عليه وهنا بيقولك لو عايز تبحث عن نزام تاني فانا اخليه بحث عن النزام اللي احنا فيه فازهر لي التعريفات دي كلها اللي موجودة علي الجهاز انت عشان تحدد جميع التعريفات دي وتاخد منها نسخة هتدوس على select الساهم اللي جنبيه وبعد كده هتدوس على all كده هتددلي جميع التعريفات اللي موجودة علي الجهاز واقدر اخدها بكل سهولة تاني خطوة عاملها هيكون دوس على backup now اللي هو انا عايز ااخد نسخة دلوقت هيجي لي تلات اختيارات بس قبل ما اقول قبل ما اشرحهم لك ازاي تستخدمهم هنا تختار مكان حفز التعريفات اللي انت تاخد منها النسخة فبتدوس على التلات نقط دي وبعد كده انا افضل اللي انت تحطهم في بارتشن تاني دي او الاي زي ما انت عايز مفروض انت بتحدده اا وبعد كده بتدوس على اوكي فانا دلوقتي احددولكو على سطح المكتب الدسكتوب بس هو الاضمن ان اكتخدها وتحطها عندك في بارتشن دي عشان لو غيرت النسخة تقدر ترجعها تاني هنا بيديك تلات اختيارات اول اختيار هو بيقولك انك تعمل التعريفات دي في مجلد مسلا زي الاول ده دي تعريفات انا خدتها زي المجلد ده اول فاما انا تاني اختيار انا بيقولك انك تاخد التعريفات دي في ملف مضغوط وانت تقدر بعد كده تفك الضغط بتاعه اللي هو التاني حاجة ده فاما تالت اختيار وهو الاختيار طبعا اللي انا بفضله اللي هو ملف استخراج ذاتي يعني الملف ده اتخليه عندك وتدس عليه يقدر يتسطب لوحده عندك في الجهاز زي اللي موجودة دلوقتي تدس اوتوماتيك يعني تخليه على التلقائي اللي اختياري التلقائي وتدسه على اوكي البرنامج هيستخرج هيخرج الملفات بتاحته في عندك في نظام التشغيل ويشتغل ويشغل التعريفات فده تالت اختيار ده انا بفضله عشان الاتنين دول مش هتعرف تتعامل معه يعني ملف زي ده هتلاقي التعريفات بالشكل اللي قدامك ده يعني ممكن ما يكونش في ملف ايه سطب بعض التعريفات مش كلها فانا بفضل انك تختار الاختيار التالت ده اللي هو على طول بيعمل لك اه استخراج طبعا الملفات دي جوه عندك في نظام التشغيل ويعرف لك التعريفات اللي انت عايزة فدلوقتي انت ممكن تختار لاما اه تعريف تعريف وتسطبها بالتريقة دي لاما بتعمل لهم كلهم مرة واحدة كده متصحح عليهم كلهم وتاخدهم وتختار تالت اختيار وتسطبهم مرة واحدة مع بعض بدلا ما تسطب برنامج برنامج تعمل سطب لبرنامج برنامج فده البرنامج بسهولة اه تقدر تستخدمه ازا ما انا عرفتك واسب لكم رابط البرنامج في اسفل الفيديو برنامج سهل جدا في ملحوظة عايزة اقول لكم لو انت داخد نسخة من التعريفات اللي موجودة في wedding mesh كلها تقبل على و����������������������� fonctionne ولا عكس فانت كل نظام تشغيل دي عن تجربة شخصية انجربتها خدت تعريفات من وجيت اشغالها على وبدو就是 مش كلها اه تقابلت على windows وطلب مني ان انا انزل تعريفات يعني في تعريفات قبلت زي يا مثلا تعريفات الانترنت وفي تعريفات الصوت والتعريفات دو كلها تقابلت عادي بس في تعريفات ما تقابلتش زي تعريفات الشاشة فلازم التعريفات انت تدخلها تكون خاصة بنزام التشغيل اللي هو عندك حالين يعني لو انت هتسطب ويندوس السبعة تاني او انت ممكن تنزل نسخة تانية وتاخد نسخة من التعريفات يعني لكل نزام تشغيل هتسطبه عندك على الجهاز تكون عندك التعريفات الخاصة بالنزام تشغيل دوت عشان تستطبها وتثبتها عندك في الجهاز بكل سنة بدون اي مشاكل كلها وكل التعريفات تتعرف مرة واحدة دي بس الملحوظة لو كنت عايز اقول لغة اتمنى يكون الفيديو عجبكو لو حابب تتفرج على فيديوهات تانية تقدر تخش عندي في القناة هتلاقي فيديوهات كتيرة ما تنساش تشيرك في القناة وتفعل جرس التنبيه وتشوف فيديوهاتنا الجاي اول باول ولو عندك اي صفصار اكتبنا تعليق في اسفل الفيديو او رسلنا على صفحتنا على فيسبوك طرق الفيديو الخير لتعليم الكمبيوتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته